بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Depressive Disorders ال-depression صراحة الآن يعتبر من أهم أمراض العصر كثير من مواطني الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعانون من ال-depression وكل صراحة السعيكات ال-disorders ال-depression بصورة عامة عدنا أكو شغلة يسمونها الماجر ديبراسيف ديس أوردر فالأسسنشال فيتر اف ماجر ديبراسيف ديس أوردر اللي هو MDD هو كلينيكال كورس كاركترايز باي ون أو مور ماجر ديبراسيف ايبسود ويداوت اهستري اوف مانيك او هايبو مانيك ايبسود يعني عدهم ذولة لعدهم ماجر ديبراسيف ديس أوردر دائما عدهم ديبراشن ما عدهم مانيك او هايبو مانيك ايبسود يعني اذا اريد اوصف لكم اياها يعني احنا عدنا اكو نوع من انواع الدبراشن هنا احنا ماذا اكن بالمحاضرة معلتكم بس الدبراشن عادة يكون اكو شغلات يسمونها يوني بولر يوني بولر ديبراشن يوني بولر ديبراشن واكو سامتين يسمونه باي بولر الباي بولر يعني يضمن ديبراشن زائد مانية فإذا أنا أريد أشوف المزاج مال المريض المود عادة بالدبرشن إذا هذا النورمل مود هذا النورمل مود هيك أو الصفة الدبرشن يكون بخط مستقيم دائماً المزاج مال المريض دائماً تحت النورمل هذا النورمل وهذا الدبرشن يكون بخط مستقيم تحته بينما أكون نوع من أنواع الدبرشن لا يكون في بعض الأحيان المريض مالتنا في بعض الأحيان إذا هذا النورمل فأحيانا المزاج مالتي يصير كل الصاعد وأحيانا يكون كلش نازل وهكذا هيت يصير عندنا fluctuation إذا صاعد كلش نسميها مانية أو هايبو مانية هذه اللي هي المريض يعني يكون هايبر أكتف يكون يحكو وحده يضحك وحده بينما إذا صار نزل لي جوا ويصير عدة depression هذا اللي هو bipolar يعني بـ two phases يصير يسمونها bipolar أما اللي هو خط مستقيم ماشي تحت النورمل يعني المود مالته بصورة مستمرة هو depression عنده هذا يسمونه الحقيقة اللي نسميه احنا major depressive disorder فالmajor depressive disorder هو تعريفه أنه المريض عدواء one or more major depressive episodes without history of manic ما صارت عدة manic أو hypomanic episodes فدائما يكون sustained level of depression النظريات اللي تفسر depression هي نظريات عديدة بالحقيقة أكو نظريات قديمة يعني سنة بالستينات كتشفوها هاي النظريات النظرية اللي يسمونها إلي اسم ثاني بالكتب يسمونها biogenic amine theory أو يسمونها mono amine hypothesis المونو أمين hypothesis شوني معناها؟ معناها أنه المريض عنده ابل depression يكون عنده decrease level مالة النور ابنفرين ومالة السيروتونين وأيضا مالة الدوبامين يعني ذولا كلهم mono amine أو يسمونهم biogenic amines ذولا نازلين بالbrain مالة المريض أو أكثر شي مهمات عندنا النور ابنفرين والسيروتونين ذولا إذا نازلات ذني كلش correlated with depression والمريض اللي يصير عنده هيش شغلة دائما حتى إذا يباعون يساوون مثلا بتسكان يساوون للدماغ مالته يلاحظون أنه شوفوا هاي الصورة هذا مالة النورمال وهذا مالة depressed patient تلاحظون كمية النور ابنفرين والسيروتونين بالدماغ مالته قليلة صايرة للمريض فالdepressed patient هذا depressed patient وهذا النورمال patient النظرية الثانية شي تقول اللي تقول لا مو بس ذولي صاعدة مو ذولي نازلات النور ابنفرين وال5HT يعني السيروتونين النازل عند المريض لا بعضها لحيانا أكو صاير يعني عنده upregulation لبعض الريسبتر مثلا السيروتونين الريسبتر شافوا بعض السيروتونين الريسبتر اللي هو 5HT1A وبكتب ثانية كتبون 5HT1C أيضا 1C ذولي الريسبتر يشوفونهم صاعدات عدة المريض بصورة غير طبيعية يعني ما ألا داعي صاعدات ذولي الريسبترات وزايد السينسيتيفتي مالتهم سمونها post synaptic changes in receptor sensitivity شافوا السينسيتيفتي مال هاي الريسبترات كل الصاعدة بدون داعي فالمريض يصير عدة depression لذلك قالوا إحنا إذا سوينا desensitization أو down regulation الهاي الريسبتر مالت النوربينفرين أو مالت السيروتونين ممكن ممكن تفيدني كأنتي ديبرسنت إفكت هاي نظري تينيفسراًا ديبراشن النظرية الثالثة شو تقول تقول أكو عدي something يسمونه disregulation hypothesis disregulation hypothesis معناها أكو مشكلة بالhomeostasis أو homeostatic neurotransmitter regulation شنو homeostasis؟ يعني ناس صاعدة ناس نازلة يعني ماكو homeostasis بياناتهم المفروض واحد من يصعد الثاني ينزل حتى إعادل هو أكو مشكلة بالhomeostasis ومو شرط أنه عندي نزول يعني rather than absolute increase or decrease in their activities ممكن ما صاعد الأكتيفتي مالتهم لكن أكو failure بالhomeostasis of neurotransmitter أوكي؟ هاي النظرية الثالثة النظرية الرابعة اللي طلعت مؤخراً صراحةً هاي النظريات طلعت مؤخراً اللي هي مثلاً من الألفينات طلعت هاي النظرية قالت أنه يسمونها inflammatory hypothesis قالت أنه chronic stress والinflammation ممكن يغير انه glotamatergic glotamatergic يعني من glotamate جاي and GABA transmission يعني التransmission مع glotamate neurotrophic factor BDNF brain derived neurotrophic factor شافوا أنه هاي المادة هي نازلة عدمريض الدبريشن وهذا يعتبر هو أصلاً normally المفروض primary mediator of neuronal changes والمهم بال synaptogenesis يعني النمو والconnection بين النير والنمو ما لل synapses لذلك لذلك إذا إذا لقوهم إذا لقوا brain derived neurotrophic factor reduced ممكن هذا associated with depression هاي النظرية الرابعة أكو نظرية أيضاً جديدة خامسة قالوا إحنا ممكن أكو عدنا أكو يسمون neuroactive steroid أيضاً هاي مهمة neuroactive steroids إذا قلت ممكن يتأدينا إلى depression وهاي النظرية still under research ذن النظريات اللي يفسر depression المريض مالتنا من يجينا عدة بصراحة two types of symptoms أو ربما أكثر بس اللي شائعات two types of symptoms شون السمتم ممكن أكو symptoms يسمون emotional symptoms emotional symptoms اللي أكثر الشيء يعتقد يعتقد emotional symptoms هاي لكم للفائدة يعتقد أنه السبب الرئيسي مالتها هو مشكلة عدي بالسيروتونين أما physical symptoms المشكلة الرئيسية عدي بالنور ابنفرين أوكي فاليموشنال symptoms يعني المريض تقل ability to experience pleasure أو عدة loss of interest لليوجول activities عدة sadness عدة pessimism يعني شنه يعني المريض دائما متشائم عدة تشائم crying hopelessness يصر عدة anxiety أو feeling of worthlessness or guilty المريض يحس دائما هو مذنب ربما تصر عدة psychotic features مثلا auditory hallucinations أو delusions يعني يعني يسمع أشياء ويتخيل أشياء بالحقيقة هي ما موجودة أوكي ممكن تصر عدة recurrent thought of death أو suicide ideation يعني عدة suicide ideation يعني كأنما أفكار انتحارية without specific plan يعني ما ما عدة خطة إنه شنون يسوي يعني suicide أو ممكن يسوي suicide attempt يعني حاول محاولات انتحار أو يعني عدة plan to committing suicide يريد يحاول ينفذ الانتحار هاي كل هالأشياء نتيجة depression اللي هي emotional symptoms of depression أما physical symptoms of depression ممكن physical يعني جسمانية تظهر على جسمه وهاي يعتقد بأن النور ابنفرين قلتها بالدماغ هي المسؤولة عن ظهور الأشياء physical symptoms اللي هي ممكن قد يكون المريض سيعدها weight gain أو أحيانا نصير weight loss ناس سيصير عندهم fatigue ناس سيصير عندهم pain يحس دائما المريض pain عنده أو هدك sleep disturbances decrease or decrease appetite loss of sexual interest GIT and cardiovascular complaint خاصة المريض دائما نصير عدة palpitation أوكي ممكن أشياء السيمتم اللي هي cognitive symptoms الكوغناتف symptoms يعني تقل ability to concentrate for memory for recent event confusion أو indecisiveness 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 يعني decide جاية من decision deciiveness يعني معناها قدرتها على اتخاذ القرار ف indecisiveness معناها عدم القدرة على اتخاذ القرار ما يقدر يتخذ القرار السايكوموتور disturbances مثلا سايكوموتور retardation يعني slow physical movement عده عده thought processes أيضا يعني بالأفكار بطيء بالأفكار بالspeech أيضا يصير عده slow يصير عده سايكوموتور agitation يصير ما مرتاح يعني ما مرتاح نفسيا وهكذا كل هاي الاشياء هي مالة depression شون يسووا لديا دائجنوسيز الميجور ديبراسي مثل ما عرفنا من ساعة شلول هاي الميجور إبسود يعرفها مقياس معين يسمون دي أم أس فايف هذا دي أم أس فايف مختصر لديا نوستيك عن دي أم تاتيستيكال مانيول أو منتال دي س أوردر الجزء أو القبعة الخامسة منها أوكي الأصدار الخامس فيسمونا دي أم أس فايف هو اللي يعرف لي الدبراسي فايف أو مور أو السمتم بهذا دي أم أس فايف أو مور أو السمتم دي أم دي أم دي أم دي أم دي أم دي أم يعني لازم عندي خمسة أو أكثر من هاي السمتم تكون موجودة يومياً خلال أسبوعين متصلات وهذا راح تسوي راح تسوي سيجنفكين دي سترس أو إم إذا موجودة ذني نقدر نقول إحنا هذا المريض عده دي براشن دي براشن دي برست مود أو اللوص أو بلاجر مست بي برزن يعني المريض اللي هو تشبير لازم عده دي برست مود أو عده لوس أوف انترست أو مثلا عده لوس أوف بلاجر هذا اللي لازم موجودة عد الأدلت حتى أنا عرفة دي براشن بينما الأطفال والمراهقين الأطفال والأدولوسن ذو اللي لا ما يصير عدهم يصير عدهم إرريتابل مود يصير المود مالتهم إرريتابل تحسهم إرريتابل بيشن أوكي الدايجنوزز يحتاج مننا على مود نسوي ديجنوزز يحتاج مديكيشن ريفيو يحتاج فزيكال اكزامن يحتاج مانتال ستيتوس اكزامن يسويها الطبيب النفسي كومبليت بلود كاونت يدزة والدفرنشيال ثايرويد فانكشن تيست دفرنشيال كاونت وإي تبي سي والثايرويد فانكشن تيست وممكن يحتاج يطلب الطبيب مننا الكترولاية ديترميناشن طبعا أكو عندنا مني كرونيك إلنسز يسوي ديبريشن مثلا واحد عنده ستروك أو عنده باركنسون ديزيز أو عنده تروماتيك برين انجري يعني فالعده أو عنده هايبوثايرويدزم ذولة كلهم ديزيزيز أو كرونيك ديزيزيز ممكن يسوون ديبريشن أو ممكن المريض يسوي سبستانس يوز ديس أوردر يعني ذولة اللي ياخذون أشياء تسوي ادكشن كل هنذني ممكن عندي بعض المديكيشن يسوي ديبريشن مثلا الناس اللي ياخذون أنتي هايبرتينسيف أو أورال كونتراسيبتف أو آيزوتريتينوين أو انترفيرون بيتا ون أي اللي هذا نستخدمه للأوتو اميون ديزيز مثل الأمأس وجماعته كل ذولة ذا الأدوية ممكن يسوون ديبريشن أوكي طبعا لازم الطبيب النفسي يسوي ستاندرايز ريتينج سكيل تدايغنوز ديبريشن عدة فتسكيلات معين على ما يسوي ديبريشن ديبريشن عدنا أكفة جدول هزا الناقشة هذا ممكن يطينا كرايتيريا مع الميجر ديبريشف ديس أوردر وشارط هذا الميجر ديبريشف ديس أوردر اللي يريد نسويه لإحنا كون هذا الميجر ديبريشف ديس أوردر مو جايب سبب أنه مثلا عنده مشكلة بالفيزيولوجي فيزيولوجيكال افكت أو أسبستانس أو ميديكال كوندشن يعني جاي من يستخدم لفد مادة معينة أو ميديكال كوندشن يسويه هذا يعتبر سكندري مثل ما عرفنا من الساعة قلنا مكون ما بيها لا مانيا ولا هايبومانيا حتى إحنا نقول هذا عدة ديبريشن هذا الدياغنوستيك كريتيريا اللي هو دي أمس فاي فهذا الدياغنوستيك اللي هو يسمونه يعني يفد حروف اللي هو سايجي سايجي كابس سايجي كابس هذا السايجي كابس مجموعة من الحروف هو منها مثلا هذا سويسايدل ايدييشن مثلا ما عده انترست المريض مثلا دائما يشعر قلتي الانيرجي مالته قليلة مثلا الكونسنتريشن يقل مالته مثلا الابتايت تشينج يصير عده مشكلة بالابتايت يصير عده سايكو موتور اجيتيشن او ريتارديشن ايضا يصير عده سليب امبيرمنت كل هاي الاشياء منها كون المفروض اقل شيفة خمسة من ذن الاشياء كون موجودة لازم خلال فترة سبوعين بيريد على موضي نقول هذا عده المريض ديبريشن والسيمتمز مصد انكلود لازم عده خاصة عده الكبار لازم موجودة ديبريست مود او شغلة يسمونه انهدونية انهدونية يمكن هي هاي اصلها مصري هاي الكلمة انهدونية دائما المصريين يقولون انهدونية يعني كأنما كأنما يعني كل ما تحاشي انت يا بروح كده يا معود دائما عده عده لوس اوف انترست فيسمونها مختصر يسمونها او مو هي كلمة شائعة يستخدمونها طباء النفسية يسمونها انهدونية يعني حقيقة مثل واحد دائما يقول ليه معود حقيقة ايش هي هاي وكده فيصير ديبريست المريض اوكي السمتمز لازم نسوي سبستانشيال ديسترس او او امبيرمنت ان فانكشنين واثر ميديكال كونديشن او سبستانس يوز دو نوت اكاونت فور سمتمز هذا الشرط معلته يعني ما جاي هاي الدبريشن من استخدام مواد معينة او عنده الدزيز معينة سواء لدبريشن احنا نريد نسوي يعني نسوي بالاضافة الى يعني معناها نمنع والهدف الاخير نمنع السويسايد اوكي الننفار ميكولوجيكال ثيرابي تضمر شغلاته هواية تعرفون انتوا دائما اطباء نفسية يتعاملون مع مرضى النفسيين دائما عدهم طريقة ان يتكلمونوا وياهم هواية يقعدهم على الكرويتا ويسلفونوا وياهم فلذلك جزء من الننفار ميكولوجيكال ثيرابي سمونا سايكو ثيرابي مثلا الكوغنيتف ثيرابي او الديالكتغل ثيرابي هاي يعني كأنما دايلوغ يسوي المريض او دايلكتكال بهيفرال ثيرابي سمونا دايلكتكال بهيفرال ثيرابي دي دي بي تي هي جي يقومون او انتر بيرسنال سايكو ثيرابي ذا ان كلهم ريكمند فور تريتمت أوف مايل تو مودريت مودريت لسيفير ماجر ديبريسي ايبسود يعني المايل الى مودريت لسيفير ماجر ممكن نعالجهم بالسايكو ثيرابي اما سيفير ديبريشن it may be used in combination with medication as its السايكو ثيرابي بالسيفير كلش مايك في السايكو ثيرابي كون استخدمها مع واذا استخدمناهم اثنيناتهم يعتبر additive effect يعني اثنيناتهم يتقاصرون في سبيل ييعالجون المريض السايكو ثيرابي بالسيفير طبعا not recommended بوحدة not recommended for acute treatment of severe and or psychotic major depressive disorder يعني نوع السايكوتك اللي بي سايكوسيس المريض هم عدة وهم عدة سايكوسيس اكفة شغلة كهرباء كهرباء يسمونها الكترو كونفولسف ثيرابي يستخدمون تيار كهربائي او وائرات حتى يحفزون البرين يسمونها الكترو كونفولسف ثيرابي هذا ممكن اذا احنا نحتاج رابد ريسبونس طبعا هذا بالحقيقة نحتاج للمريض يكون اندر انستيزية فاذا احنا نريد رابد ريسبونس اوكي او اذا رسك مال او يعني التريتمنت الاخرى يعني رسك مالتها اكثر من مالتها فنلجأ للكهرباء او اذا اكو يعني المريض استخدم سابقا وما فادته اول نفسه هو ما يفضل الادوية يفضل الالكترو كونفولسف ثيرابي طبعا هذا الالكترو كونفولسف ثيرابي يطين رابد ريسبونس ممكن الى 14 يوم ممكن يطيني ريسبونس هذا الشكل شوف المريض اندر انسيجيا يربطوا لهيش شغلات هذا بحيث يحفزون البرين مالته عدي اكو نوع ثاني نوع ثاني هذا ما يحتاج تخدير يسمونه ترانسكرانيال ماغنتيك استيميوليشن يعني ما نستخدم كهرباء نستخدم ماغنتيك فيلد هذا شافو انه هو يعني عده افكاسي والحلوة بيه انه مثل ما نقول على الالكترو كونفالس الثيرابي الريسنت ديدا سجلس ذات البنيفت اوف فيزيكال اكتيفتي مثلا اكسرسايز وغيره فيزيكال اكتيفتي وميجر ديبراسيف ديس اوردر مثلا تقول عليها الامريكان سايكاتري اسوسيييشن قالت انه ممكن نخليها ويلي تريتمت مع الميجر ديبراسيف ديس اوردر يعني الاكسرسايز اما الفارموكولوجيكال ثيرابي ممكن نستخدم انتي ديبراسنت يعتبر ان الانتي ديبراسنت يعتبر الفيرس لاين اند ار اكولي افكتف ان افكيسي وين ادمنستر ان كومبارابل دوز يعني تقريبا الانتي ديبراسنت هنا نفس الشي اذا عطيناهم بالدوز يعني كل واحدة بالدوز مالتها المقارنة دي ار اوفن كلاسيفايت بيزد اون كميكال سركشور اند اور بريصامد ميكانيزم عادة احنا نصنفها حسب الميكانيزم مالتها واذا تذكرون احنا قبل لا اضب بيها تذكرون احنا عدنا دائما نقول عدنا الانتي ديبراسنت مثلا عدنا الماو انهيبيتر ماو انهيبيتر هاي وحدة من هين ماو انهيبيتر عدنا السيلكتف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتر عدنا مثلا التراي سايكلك انتي ديبراسنت عدنا السيلكتف او السيروتونين نور ابنفرين ري ابتيك انهيبيتر لانهي هن الاربع العوائل الرئيسيات اللي نستخدمهم بصورة عامة بالدبراسنت اوكي الانيشيال تشويس الانيشيال تشويس مالت الانتي ديبراسنت عادة بالبداية ميت امبريكلي امبريكلي يعني الطبيب يعني هو حسب رأيه افتراضيا مو بناءا على تحاليل معينة وكذا الانيشيال افتراضيا نستخدمها شلون نستخدمها شلون يعني شلون العوامل اللي تخلينا ممكن البيشنس او الفاميلي منبر هستري اوفرسبونس مثلا مريض نفس المريض مستخدم سابقا انتي ديبراسنت وفايدة فممكن نستخدمه او واحد من عائلته مستخدم واحد من الانتي ديبراسنت ومستفاد عليه فممكن نستخدمها هاي اول اول فاكتور يخلينا نرجح الانتي ديبراسنت او مثلا عندها فتحالة معينة تخليني يجبرني استخدم الانتي ديبراسنت معين او البيشن 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 الادوية اللي هو اصلا المريض يستخدمها او السمتمز الحالية الموجودة او او المدكيشن سايد افكت بروفايل او ممكن حتى على البيشن هو شي فضل وبالاخير الكوست كل هاي العوامل ممكن انت تجيكم بالامسي كيو هي اللي تخليني انا الفاكترز اللي تحدد يا انتي ديبراسنت استخدمه من هاي العوائل اللي قلتلكم اياها فتعتمد على مثل ما قلتلكم التجارب السابقة للمريض وافراد عائلته والحالات الطبية الموجودة عدة حاليا والادوية اللي ياخذها حاليا مثلا عدة فت ادوية معينة فما اقدر استخدم وياها فتعتمد معين او مثلا السمتمز الحالية اللي عنده مثلا او احنا اخاف من او اخاف من معين او الرغبة مال المريض او كل هاي عوامل تخليني استخدم افضل على الاخر اكو فارموكو جيناميكس فارموكو جيناميكس فارموكو جيناميكس معناها انه المريض مثلا احنا المرضى مختلفين بيناتهم كنا احنا عدنا Hannesem معينة من مثلا مثلا انا عندي انزيم معين مثلا خلنا نقول يعني اي من نوع اي ذاكر المريض الثاني عدنا نوع بي او او بي دائما من قطة ادوية معينة للمرضى هاي الأدوية المعينة قد يكون يصير بها هاي الحالة نوصفها نقول نسميها فارموكو جينوميكس فالفارموكو جينوميكس ممكن يفيدني إذا أنا حددت الخليطة الجينية مالت المريض وعرفت بالضبط المريض شنو عنده من إنزيمات وشنو عنده من ميتابولايزينج إنزايم ممكن هذا تعتبر يعني تطيني بريدكت أنه هذا المريض راح يستفيد على هذا الانتتبرسنت وما يستفيد على الثاني طبعا الدوزينج ريكمانديشن تاهايج بس معلومة يعني نقول لك هاي مالة الفارموكو جينوميكس اللي تريد تمشي عليها موجودة موجودة في موقع معين بهذا المكان أو موجود حسب الـ FDA approved package insert يعني مثلا إذا الدوة اللي يخلونه يا insert هاي الورقة الموجودة وهي الدوة اللي قرتها الـ FDA أيضا موجودة ممكن أستفيد من هاي المعلومات وأقرر أستخدم الدوة الفلاني أو الدوة العلاني من نطل المريض أنتتبرسنت طبعا الأنتتبرسنت كفارموكولوجيكال ثيرابي يعني اخو ما كل المرضى تستفيد عليه أكو مرضى مثلا ما تستفيد عليه لكن لاحظوا أنه 50 إلى 60 بالمية من المرضى يعني يعني ممكن 50 إلى 60 بالمية يفيدهم الفارموكولوجيكال ثيرابي وعادة نحتاج 6 week trial يعني نطيهم من الـ 6 week trial at maximum dosage هاي تعتبر adequate trial adequate trial هي تكون 6 week trial من الـ بالفل دوز نستخدمه بالفل دوز أوكي الأكيوت فيز تريتمنت عدنا إحنا عدنا يعني كأننا ما فيزز بالتريتمنت مالة المريض نبدل المريض بأكيوت فيز أكيوت فيز تريتمنت هذا الأكيوت فيز أوف تريتمنت تقريبا نستمر عدنا من 6 إلى 12 weeks هذا الأكيوت لنعالج المريض من 6 إلى 12 weeks والقول ما لتنا أن نسوي له remission بهاي الحالة يعني معناها absence of symptoms الremission يعني تروح الأعراض منه نهائيا وبعديا نستمر ويا فيز ثاني سمونا continuation phase نستمر به من 4 إلى 9 شهر بعد الremission بعد ما راح الأعراض وهذا القصد منها ليش حتى نمنع الرلابس حتى ما يرجع لنا المريض وترجع لدي الحالة مرة ثانية وبعديا نستمر من 12 إلى 36 شهر يعني من سنة إلى سنة ونصف بعد بعد ما سوينا يعني قطينا continuation phase ننطي على مود هالمرة مو نمنع الremission نمنع ريكارنس ريكارنس الريكارنس أو الريكارنس أو الريكارنس أو الريكارنس أو الريكارنس أو المريض اللي هو بأني اللي صارت عده ثلاثة أو مور براير يعني شاب عمره 40 سنة سابقا سابقا يعني جوه ال40 سنة وسابقا صارت عده مرتين رجع مرتين رجع عليها بهاي الحالة أضطر أستخدم لطول عمره أو المريض الحالة الثانية مريض هو بأي عمر بأي عمر مو شرط جوه ال40 بأي عمر بس الحالة إجدت أكثر من ثلاث مرات سابقا هاي الحالة يحتاج للايف لون الأولدر بيشنت عادة نبطي نصف نصف الدوز الانيشيل دوز مع تليونجر أدوت وشوية شوية انيكريز الدوز سلولي الأولدر اندفجول يحتاج لستة إلى 12 ويكس أو في تريتمان على مود نوصل للأنتي دي براسنت الدزاير أنتي دي براسنت إفكت طبعا الأنتي دي براسنت من نبطيها للمريض ممكن بالبداية بالبداية من أنتي دي براسنت قد المريض يعاني من زيادة بالبداية بالسووسايد الثينكينج and بهيفير in children يعني ممكن قد يكون الزود بالchildren والأدوليسنت واليونج لس دان 25 ييرز أوكي والسووسايد ريسك مي بي إليفيتد in the 30 دي أفتر ديسكوتيواشن يعني دول الأشياء هن يزودا خصوصا عدد الكلدرن وعدد الأدوليسنت والعدد الشخص اللي عمره جوه 25 سنة هذول عددهم الدي براسنت خطر يعني صراحة يعني عراض الدي براسنت تكون كثيرة العمار الزغيرة فذول من أنطيهم أنتي دي براسنت بالبداية تزداد عددهم السووسايد والثينكينج والبهيفير هذول والرسك الرسك أيضا هذا إذا عددهم يا بالبداية وأيضا إذا قطعته أكثر رسك مالة السووسايد يصير بأول ثلاثين يوم ببرا ما أقطع العلاج لذلك دائما نسوي education للبيشنت والسابورت سيستيم about the delay of antidepressant response دائما نقولهم يا أعزائي أنه أنت رح تاخد antidepressant بس ترى هذا مو رأسا يبدأ عندك الشغل رح يحتاج لأثنين إلى أربعة ويكس ولازم أنت تققى يعني استك للتريتمنت لازم عندك adherence يعني للثيرابي هاي كلها نسويها قبل لا ننطي starting therapy and throughout treatment يعني يعني نسوي هذا education أصلا قبل لا نبلش بالتريتمنت وخلال فترة education حتى نضمن أنه يستمر بالتعليمات ويستمر بأخذ الدواء فكون دائما نستمر بإعطاء education طبعا الأكرز of the syndrome أو symptoms والصم antidepressant ممكن إذا إحنا سوينا tapering يعني ما قطعناها إخوة أخذناها بالanxiety وبالanxomonia نعرفها أنه إحنا إذا نسوي tapering راح تقل احتمالية الـ withdrawal symptoms خلال مثلا نسوي tapering خلال أشهر أو أسابيع أو أشهر قبل لا نقطع العلاج نهائيا بعض antidepressant عندهم قدرة أنه ممكن يسوون inhibition أو induction للسايتوكروم P450 وهذا يعتبر فاكتر مهم جدا اللي ممكن عن طريقة نحدد الفارموكوكاينتك انتراكشن اللي تمنع مال السيروتونين للبريساينبتك نيورون وبذلك تركز السيروتونين بالسينابس يعني راح تزيد الشغل مالك وتريح الدبرشن انتبهوا سيروتونين ريابتك انهبتر هما يعتبرا الفيرس لين ليش لأنه بكوز أوف دير ريليتف سيفتي ان أوفردوز ان امبروف تولارابولي كومبير للأيرليار ايجنت ياهم الأيرليار ايجنت مثلا الماو انهبتر او التي سي اي التراي سايكلي كانتي تبرسانت هذا السيلكتف سيروتونين احسن منهم هواية بالسيفتي والتولارابولي اذا مثلا احنا اخذنا واحد سيلكتف سيروتونين ريابتك انهبتر مثلا اخذنا فلوكستين الفلوكستين لا يعني انه خصوصا المريض اذا مثلا ما استجاب للفلوكستين ما يعني انه غير واحد من نفس العائلة هو ايضا هم يعني ما نقدر نحكم على كل العائلة بانعدام الاستجابة الواحد من افراد العائلة اوكي السيلكتف سيروتونين ريابتك انهبتر ممكن عدهم نن لينير باترن اوف اكيوميليشن وذ كرونيك دوزينج تبقى المريض ممكن يصير عده اكيوميليشن بالدوة سمونا نن لينير اكيوميليشن هذا الكائنات اكمالته اذا استخدمه للكرونيك المرضى اللي عدهم هيباتك امبيرمنت او عدهم رينال امبيرمنت او الناس الكبار بالعمر اللي اجمالتهم كبير ممكن دولة تتأثر الفارموكو كائنات اكمال السيلكتف سيروتونير ابتك انهبتر عدهم اي اللي يزيد السيروتونيرجك اكتيفتي زيد السيروتونين او يشتغل على السيروتونين هذا نخاف منه لانه ممكن يسوي سيروتونين سندرام اللي هو دائما السيروتونين سندرام يبين على المريض يسمون فتحالة دينجرس يأذين المنتل ستيتوس مالة المريض يسوي اوتونوميك انستابوليتي عد المريض نيورو موسكولر ابنورمالتيز هذا ان يكون هن يسمونهم اعراض السيروتونين سندرام او طبعا احنا اذا خلطنا السيروتوني ري ابتيك انهيبتر ويأي واحد دوة ثاني يشتغل على السيروتونين هذا الرسك مال السيروتوني سندرام رح يزداد كل شو واي اوكي اكو شغلات بسيطة مثلا النوجة الفوميتين الديارية الهدك الانسومينية ممكن يسوي فتيك وايضا يسوي عد المريض وذلك الشغلات طبعا تقريبا ثابتات بكل بالحقيقة يعني اوكي واقل كارديو باسكولر ادفيرت وايضا اقل ويت من غيرهم من ادوية الدبراشن بعض المرضى ممكن من نطيهم السيليكتف سيروتوني ري ابتيك انهيبتر ممكن يصير عدة انكزاية سيمتمز بالبداية وهذا من نستمر يعني من ناخد لو دوزز ممكن نتقل هاي الحالة اذا اخذنا لو دوزز وشوية شوية صعدناها للدوز نسوي سلولي تايت ريتيك اب ياهم ذول السيليكتف سيروتوني ري ابتيك انهيبتر طبعا واحد يسمونه سيتالوبرام واحد اس سيتالوبرام اللي هو الايزومر مالتي ذول دائما هذول عليهم ملاحظة هم مثلا بدوزز اكثر من 40 ملغرام باليوم ممكن نسوي برولونجيشن بالكيوتي انتيرفل وهاي اي شي واحد يصير عده برولونجيشن بالكيوتي انتيرفل ممكن يصير عده اريذمية اوكي الممكن ممكن يصير ويسيلكتف سيروتوني ري ابتيك انهيبتر والماو انهيبتر اذا انطيناهم سوى يعني لو افترضنا احنا اطينا سيروتوني ري ابتيك انهيبتر زائد ماو انهيبتر هذا سوينا كارثة بالمريض راح يصير فاتل ري اكشن عد المريض لذلك نحتاج تقريبا خمس اسابيع ووش اوت بيريد من ننطل المريض فلوكست احنا احنا مثلا ننطل المريض فلوكستين وهس قررنا نقطع الفلوكستين ونحول على واحد من الماو انهيبتر لازم نترك فترة تتجاوز الخمسة اسابيع هاي فترة نضمن انه تأثير الفلوكستين نهائيا راح من الجسم يالله نبلش بالماو انهيبتر زمنه ووش بيريد اذا سيروتوني ري ابتيك انهيبتر اذا ضفنا الى رجيم مثلا بداخل هذا الرجيم انتر اكتين ميديكيشن طبعا لازم اذا انتر اكتين ميديكيشن لازم نبدي سيروتوني ري ابتيك انهيبتر سلولي وشوية شوية نصعد الدوز لان خايفين من الانتر اكتشن اللي المريض اصلا عده الدواء عدنا انزيمات اللي هن طبعا هو سايتوكروم بي فور ففتي هو مسؤول عن الميتابوليزم لكن بالذات عدنا سايتوكروم بي 2D6 و3A4 ذني مسؤولات عن الميتابوليزم of 80% of current medications من السيلكتف سيروتوني يعني 80% من السيلكتف سيروتوني ري ابتيك انهيبتر المسؤول عن الميتابوليزم مالتهم هو السايتوكروم بي 2D6 and سايتوكروم بي 3A4 القروب الثانية اللي نستخدمها للتريتمنت of depression هي السيروتونين نوربنفرين ري ابتيك انهيبتر هاي السيروتونين نوربنفرين ري ابتيك انهيبتر هاي مو سيلكتب على السيروتونين فقط لا هاي سوي انهيبشن لغي ابتيك مال السيروتونين والنوربنفرين اثنيناتهم واحد منهم يسمونه فيلا فاكسين الفيلا فاكسين هذا عده سلايت افكيسي يعني الافكيسي مالت احسن من بقية الانتتبراسن الكمان ادفيرس افكت مالت ممكن يسوي نوزية مثل ما قلنا كل الانتتبراس ممكن يسوي اكتيفاشن ويسوي شغلها يسمونها هايبر هايدروسيس او هيدروسيس يعني المريض يتعرض كل شهوية بحيث ينقع ملابس يقعد المريض ناقع ملابس وملابس الداخلية مالت كل شناقعة الفيلافاكسين ممكن يسوي دوز ريليتد انكريز بالدياستوليك بلادبرجر تتذكرون احنا بالرابع من قلنا لكم على الدراج دراج انديوس هايبرتينشن الادوية اللي سوي هايبرتينشن واحد منهم كان الفيلافاكسين اللي قلت لكم هذا اتيبكال انتتبراسنت طبعا هنانا اذا سوى زيادة بالضغط ممكن يحتاج دوز ريدكشن او حتى ديسكنتينواشن قطعا نهائيا اذا مثلا بقت هايز زيادة بالهايبرتينشن مستمرة ايضا نوزيا وفومتينج ممكن هذا النوزيا والفومتينج اللي سويها نفس الفيلافاكسين ممكن يعني او عنده هو نوزيا وتطيب الفاكسين تزداد النوزيا والفومتينج والى آخره اوكي يعني الدولوكسين واللي هم والفاكسين اللي هم سيروتوني نوربنفين ريابتينج انهيبتر يعدهم مرتبط بالدسكنتينواشن اكثر من القروب القبلهم العائلة اللي اخذناها قبلهم اللي هم سيروتوني ريابتينج انهيبتر وبالنسبة للدولوكسيتين الدولوكسيتين اللي هو الثاني من هاي العائلة الدولوكسيتين ممكن يسوينا نوزيا يسوينا دراي ماوث كونستيباشن ممكن يقلل الابتايت عند المريض ممكن يسوي انسومينيا وايضا يزيد السواتينج عند المريض القروب الرابعة عندهم عندنا الانتدبرسنت عندهم ميكست سيروتوني ميكست ومثلا واحد عندنا ميرتازابين ميرتازابين هذا يزيد النور أدرينيرجيك والسيروتونيرجيك اكتيفتي لأنه يشتغل أنتاقونايزينج سنترال بريساينبتك ألفاتو ريسبتر اللي احنا عندنا فهم ذول يسدون يسدون يقللون النور أدرينالين ليش؟ لأنه هم يعني أنتاقونايزينج يسوون يعني يسدون السنترال ألفاتو ريسبتر وبالتالي يقل الريليز مع النور أدرينالين والسيروتونين أيضا هما بالإضافة على الألفاتو ليش قلنا نحن أعدهم ميكس سيروتونين بالإضافة إلى هاي يسدون الريسبترات مع ال5HT2 و5HT3 ريسبتر وأيضا يشتغل على الهيستامين ريسبتر يعني بلوك أنتهم أنت هيستامين إفكت يعني المريض اللي عنده سيكشول ديسفنش يصير وممكن المرتا زعبين ممكن يفيدنا أقل عده السيكشول ديسفنش لكن هو أيضا عده سايد إفكت مثلا يسوي سومنلنس يعني نعاس أو يسوي هين المرتا زعبين عده واحد دوا أيضا من ذول الميكست يسمونه ليفو ملنا سبران هذا ليفو ملنا سبران هو هذا فد أيزومر الفد دوا معروف سابقا نستخدمه يسمونه ملنا سبران فالآيزومر هذا ملنا سبران كنا سابقا نستخدمه بالتريتمان الفايبرو مايليجيا فايبرو مايليجيا فد حالة معينة يعني دائما يحس أنه يعني عنده آلام وكل جسمه وين ما تلزم جسمه يقول لك آخ هاي يسمونها Fibromyalgia فالتريتمت مالتها من لاسبران فالآيزومر مالته الليفو من لاسبران هذا شافوا أنه يسوي انه يسوي انهبشن للريابتيك مالت النور ابنفرين وأيضا السيروتونين لكن يسوي انهبشن للريابتيك مال النور ابنفرين أكثر من السيروتونين وممكن أيضا يزيد يعني أكيد ما دام يزيد النور ابنفرين بالسينابس راح يزيد البلاد برجار ويزيد الهارت ريت اوكي لحد الان هو انذكر ممكن يستخدم يستخدم لكن مكانه وين يستخدمه وشلون بالماجر ديبرسيف ديسوردر ستل أنون اوكي دوة ثالثاني واحد يسمونه ترازدون والنيفازودون دولة انتاغونايز الفايف اشتي تو ريسبتر وانهبت يعني كأنما أكثر يمنع السيروتونين وانتاغونايز الريسبتر واحنا قلنا سابقا انه ابو الدبريشن عند بعض الريسبترات مالت السيروتونين صاير عندهم فلذلك من انطدوة يسوي لي مثلا يعني يقلل السينستيفيتي مالتهم هذا مفيد للدبريشن ترازدون they can also enhance 5HT1A نيورو ترانسميشن وبلوك الالفا ريسبتر والهستامين لذلك ممكن إذا ها سووا وهي شي راح يسوون ديزنس ويسوون سديشن وطبعا ممكن يسوي minimal anticholinergic side effect and sedation وديزنس وكوغناتف سلوينك دولة يعني ممكن يعتبر the most frequent those limiting adverse effect مالترازدون أما نيفازودون النيفازودون أو النيفازودون يسوي ديزنس ويسوي orthostatic hypotension و somnolence أوكي طبعا برايابيزم أنا سبق وقت لكم شنو معنى برايابيزم حاجة لكم ياها بالمحاضرة السابقة البرايابيزم هي معناها painful erection عد المال هذا painful erection بتلكم بالمحاضرة السابقة هناك نوعين منه نوع يسمونه ischemic ونوع يسمونه overflow الاسchemic دائما إذا صارت ischemia بالبينس بحيث ممكن ينتفخ البينس ويصير كأنما erected بينما إذا overflow يعني الدم اللي يجي للبينس هواية فيصير erection عد المال فهذه برايابيزم تعتبر side effect أيضا للترازدون side effect هو صحرير وذيترازدون يعني مريض واحد من كل 6000 مريض يأخذه لكن بعض الأحيان خصوصا عد الناس اللي عدهم ischemic ممكن يحتاجون surgical intervention قد يكون للمريض واحتمال للمريض يصير عده impotence نتيجته النيفازودون النيفازودون carries black box warning يعني يقول لك يا بأ دير بالك دير بالكم ممكن قد يكون يسوي life threatening liver failure لذلك أي individual عده active liver disease أو عده elevated serum trans aminesis بالليبر ذولا ما نستخدم لهم النيفازودون نهائيا تركزوا اللي على هاي الشغلات الله يرضى عنكم النيفازودون وفورتيوكسيتين ذني أيضا جزء من الانتدبرسان with mixed سيروتونين effect النيفازودون وفورتيوكسيتين ذني انتدبرسان with mixed سيروتونين effect و ذات are a combination of يعني كأنما هم combination of selective سيروتون reuptake inhibitor and 5HT1A pre-synaptic receptor partial agonist يعتبر عن partial agonist للpre-synaptic هذا 5HT1A receptor هاي الميكانزي وباكش المالتهم الفيلازودون ممكن كلش useful للمن للdepressed patient اللي عدة انكزايتي هذا الفيلازودون بينما الفورتيوكسيتين هذا كلش يوسفل للمريض اللي عدة depression وبنفس الوقت عدة cognitive difficulties فإذا قالوا للمريض اللي عدة cognitive difficulties وdepression رحنا نفضل لفورتيوكسيتين لو فيلازودون لا نقل له فورتيوكسيتين الفيلازودون نفضل للمريض اللي عدة depression وياها anxiety طبعا كسايد ممكن الفيلازودون ممكن نوزيا ودياريا ودزنس وإنسومينيا وأيضا تقل الليبيدو عنده خصوصا عد المياو تقل الليبيدو والرغبة الجنسية أما الفورتيوكسيتين أيضا يسوي نوزيا وممكن يسوي colistivation عد المريض ويسوي sexual dysfunction عد المياو خصوصا إذا استخدمناه بدوز أعلى من 20 ملغرام per day الانتدبرسنت الآخر اللي هو popropion popropion inhibit both النور ابنفرين والدوبامين re-uptake يعني مو النور ابنفرين والسيروتونين لا النور ابنفرين والدوبامين لذلك هذا يعتبر واحد من most activating antidepressant لأن يمنع يعني زيد التوبامين فتزداد الاكتيفيت عد المريض ممكن ممكن يصير عد المريض seizure نتيجة استخدام البوبروبيون وهي السيجر صراحة خاصة عد المريض اللي عد أصلا predisposing factor لأن يصير عده سيجر مثلا عنده هيد تروما سابقا مثلا عنده مثلا CNS تيومار ذو الأخو معرضين أن يصير عدهم seizure وأنا اجي تستخدمتهم بوبروبيون فتزداد احتمالية حدوث السيجر وهاي السيجر إذا استخدمنا البوبروبيون بالماكسيمم دوز أو سيالينك دوز يعني 450 ملغرام بير دي هذا الانسيدنس مع السيجر تقريبا 0.4% أوكي الأدفيرس إفكت مع البوبروبيون ممكن نوزية وفومتينك وتريمر وإنسومينيا ودراي ماوث وسكن ري اكشن هذا سايد إفكت عادية كمان يعني نخلي ببعن لأنه البوبروبيون هو كونترا اندكيت انبوليميا نرفوزة وانوركسيا نرفوزة يعني خاف ما تتذكرون هاي البوليميا نرفوزة والانوركسيا نرفوزة البوليميا نرفوزة هو حالة نفسية عد الناس اللي ميريدون يسمنون مثلا بس بنفس الوقت يعني نفسها دينية البوليميا البوليميا حتي مو على انوركسيا نرفوزة البوليميا نرفوزة مثلا نفس الوقت هو بس بنفس الوقت نفسها دينية فيأكل وبعدين يشعر بالندم فلذلك يروح ممكن يمديدها تكرمون على مود يتقية فيحاول يشعر يشعر قلتي فيروح يذب الأكل اللي أكله على مود ما يسمن هاي يسمونها البوليميا نرفوزة وعدنا انوركسيا نرفوزة لأ هذا الانوركسيا نرفوزة عدنا الناس اللي أصلا ما يقربون للأكل نهائيا خوفا من أنه يسمنون فصير هاي دائما عدما صير عد عارضات الأزياء ذلك تشوفون انت بعض عارضات الأزياء يعني لأن هما كلش حاطين بالهم يمجسمهم ولأنهم يعني شغلهم جسمهم فلذلك يعني صير عندهم انوركسيا نرفوزة وممكن بعض هياكلون قطن كمية حتى يترسل معدى مالته حتى ما يشعر بعد بالها يسمونها انوركسيا نرفوزة هذا البوبروبيون بالبوليميا نرفوزة وبالانوركسيا نرفوزة لأن شافه ويصير عده هاي رسك أوف سيجر للمريض العده بوليميا نرفوزة أو انوركسيا نرفوزة طبعا البوب روبيون يسوي اقل sexual dysfunction من selective serotonin reuptake inhibitor الوجروب الاخرى اللي نستخدمها كantidepressant هي اللي معروفة من اسمها يسمونها tricyclic antidepressant التي سي اي طبعا بالفترة الاخيرة الاستخدام مالتها قل بنسبة كبيرة يعني هاز given other equally effective therapies that are safer on overdose and better tolerate يعني استخدامها قل لان عدنا بداء لهواية احسن منها طبعا بالتأكيد هما ذولا ايضا يمنع النور ابنفرين والفايف هايدروكستريبتامين يعني السيروتونين وعدهم affinity ailment للأدرينيرجيك والكولينيرجيك والهستامييرجيك ريسبتر اوكي هذا tricyclic antidepressant اكيد رح يطنى anticholinergic side effect اللي معروفة dry mouth وبليرد فيجين وكونستيباشن ويوراينر ريتينشن وتكيكاردية ومماري امبيرمنت وديليريم هاي الانتكوليرجيك side effect وايضا هما يسوون يعني TCA سويسيديشن اوكي طبعا اكو سايد افكت هواية مثل من ضمنها مثلا الويت جين كمان مثلا ويت تي سي اي الورثوستاتيك هايبوتينشن يعني يتقلل او يسوي دي لي بالكاردياك كوندكشن لذلك ممكن يسوي هارت بلوك وايضا يسوون سكشوال ديسفنكشن اوكي هذا الدسبرامين هذا واحد مزعج منهم الدسبرامين الدسبرامين دائما عنده ريسك من ديث عند البيشنت اللي عنده فاميلي هستري of sudden cardiac death مثلا اكو مريض معين عنده فاميلي هستري of sudden cardiac death منتطي ديسبرامين يزود عنده وايضا الكاردياك اريذمية او الكاردياك كوندكشن دستربانس الدسبرامين كلش مزعج بالسايد افكت مالته اذا سوينا ابرابت للتي سي اي خاصة خاصة اذا المريض كان ياخد هاي دوزز من التي سي اي بالتأكيد راح تسوي كولينيرجي ريباوند لوش لان هو اصلا عده انتكولينيرجي سايد افكت ورأسا انقطعنا فراح يصير المريض عده ديزنس عده نوزية ديارية انسومنية ويصير اجيتيتد او عده ريس لسنس المريض التي سي اي يصير بيها ميتابوليزم يعني لينير ميتابوليزم مالتها ما بي مشكلة لينير وذيوجول دوزج رينج اوكي دوز ريليتد كاينتك كان نوت بي رولد اوت ان اولدر بيشن يعني الالدر بيشن صح ان قلنا لينير يعني ما عدنا مشكلة بيها خصوصا اذا نستخدمها بالدوز الاعتيادية لكن ممكن تطلع انه دوز ريليتد كاينتك ابنورماليز عد الناس الالدر يعني ما يبقى لينير الميتابوليزم مالة كونسنتريشن مثليش مثليش الامور اللي تأثر على تي سي اي بلازما كونسنتريشن اكيد الرينال والهيباتيك دي سفنكشن اذا المريض عد رينال او هيباتيك دي سفنكشن ممكن يتأثر الميتابوليزم مالة تي سي اي ايضا الجينيتك لان قلنا هي تخضع للفارموكو جينيتك الاج ما للمريض السيجاريت سموكينج والكون المريض مالتنا اذا كان اكيوتلي اكيوتلي دي بريست بيشن يعني عده اكيوت دي بريشن شافه اكو كورريليشن بين الانتي دي بريسنت افكت مالة تي سي اي والبلازما كونسنتريشن مالته يعني الانتي دي بريسنتي مثلا اميتربتلين والنورتربتلين والامبرامين والديسبرامين هنا دين التي سي اي نستخدمهم فذول شافه بكل ما صعد الكونسنتريشن مالتهم كل ما زاد لدينا الانتي دي برسنت افكت اللي يسوونه اوكي البيست استابلشت ثيرابيك رينج is for نور تريبتيلين دي تا سجست يعني دولة احنا اكثر شي احنا ملاقين دارسين وعدنا فارموكو كانتك براميتر مالة النور تريبتيلين بعض الانديكيشنز للتي سي اي بلازمة لفل مونيترينج مثلا انت شوكت تقول لازم اسوي مونيترينج مثلا عدكم بالخامس عدكم المادة اللي سميها تي دي ام تذكرون نحنا نسوي مونيترينج للأدوية ومنظمينها التي سي اي شوكت نسوي مونيترينج للتي سي اي اذا كان عدنا او ريلابس اذا اكو اذا يعني المريض دي يستخدم دوزات عالية اكتر من اليوجول دوز اذا مثلا المريض توقعنا جاي ياخذ ادوية وما عده ادهيرنس اليها عده نان ادهيرنس او مثلا عده انتر اكشن جاي يصير او مثلا المريض كلش شبير او كلش صغير او ادوليسنت المريضة اللي هي بريغنانج او المريضة اللي عندهم فارموكو جينوميك انديكيشنز يعني عده اختلاف بالانزيمات وبالجينيتك سمالته وايضا بالكاردياك ديزيز لان كلهم احنا نحتاج نسوي لهم ونسوي تي دي ام للتي سي اي شلون نسوي تي دي ام للتي سي اي نحاول نسحب دم من المريض حتى نقيس اللفل ما للتي سي اي مو زي احنا شلون نسحب دم احنا عدنا بالتي دي ام ونحدد شو وقت نسحب دم اكيد الدم اللي نسحبه كون ورا ما نوصل للستيد ستيد كونسنتراشن يعني المريض شو وقت يوصل للستيد ستيد كونسنتراشن يقول لك بالتي سي اي يحتاج ون ويك يعني ون ويك يستخدم جرع ثابتة من التي سي اي وبنهاية الوين ويك هذا بنهاية الوين ويك يعني خلال الانيمنيشن فيز يعني تقريبا اثناء الساعة افتر ذلك يعني اذا صار لأسبوع يستخدمها سبوع اليوم وباشر وكذا لمدة سبعة ايام باخر جرعة باخر جرعة تقريبا ورط مع الساعة من اخر جرعة نسحب السامبول مالتنا ونروح نحللها ونشوف التركيز مال التي سي اي هوايا يسوي انتراكشن التي سي اي سوي انتراكشن وذ اثر ميديكيشن اللي هي مثلا الميديكيشنز اللي يسوي مثلا خلننقول تأثر على السايتوكروم بي فور ففتي تعرفون انتو ميتابوليزم هذا مسؤول عن الميتابوليزم مالتهم فأي أدوية تأثر على السايتوكروم بي فور ففتي ممكن تأثر على التي سي اي أيضا يعني أي دوة يسوي لتي سي اي من بلازما بروتيين بايننك سايت ممكن يصير انتراكشن أوكي وياها ممكن يزود الكونسنتراشن مالة تي سي اي يعني بلازما تي سي اي كونسنتراشن والسيمتم ممكن يصير إذا احنا نطينا للمريض مالتنا سايتوكروم بي تو دي سيكس انهيبتر تأضف نائلة فأكيد من راح يسوي انهيبشن لهذا الانزايم راح ما يصير ميتابوليزم للتي سي اي ورح تطيني توكسي سي تي الماو انهيبتار الماو انهيبتار الماو انهيبتار يا شباب ذولة عدي انا حتى بالكيمية ضد درسوهم واحد يسمونه واحد يسمونه ايزو كاربوكسزايد واحد يسمونه فنيليزين واحد يسمونه ترانيل سيبرومين ترانيل سيبرومين أو سايبرومين يرفضوها ذولة هما ماو انهيبتار يعني من عن الماو احنا حتى اوصف لكم الماو الماو عدي two types of ماو واحد بالبرين واحد بالبريفري بالجي آي تي ماو بي من اسمه بلبرين وطبعا هذا لا يعني حتى ادي ماو ماو اي ماو اي وماو بي اثنين هن بلبرين بس الماو بي فقط بلبرين بينما الماو اي موجود ايضا بالبيرفري ماو اي فاحنا بالحقيقة اذا يعني انطينة دوة يعني راح يسوي انهيبشن لماو اي وماو بي بهاي الحالة ممكن يعني راح يمنع الماو اللي هو بالجي اي تي ويمنع لنا الماو الموجود بالبرين فاحنا عدنا مثلا واحد يسمونا سيليجيلين سيليجيلين هذا السيليجيلين هو موجود بشكل ترانستيرمال باتشز نستخدمه وعادة ممكن يستخدمونا للميجر تيبراشن طبعا السيليجيلين هو بالاصل يستخدمونا للباركنسين ديزيز بس السيليجيلين ممكن يستخدمونا للميجر تيبراشن بشكل لازقات هو طبعا راح يسدنا الماو اي الموجود بالبراين زائد جي اي تي ويسدنا الماو بي اللي موجود بالبراين فقط لكن بالحقيقة السيليجيلين عنده ريديوست افكت يعني مو كل شوهاي افكت على الماو اي الموجود بالغت وبهاي الحالة هذا كل شغلة مفيدة يعني هو تقريبا يشتغل على الاكثر على البرين السيليجيلين الماو السيليجيلين ممكن يسوي لي او بصورة عامة هي مو بس الشيليجيلين كل الماو انهيبيتر ممكن يسوون البوسترال هايبوتينشن يعني البوسترال هايبوتينشن اكثر شي صيد ويل فنيلزين اكثر من الترانيل سبرومين وهذا كل ما سوينا يعني ديفايدينج دوز يعني باي ديفايد الدوزين كل ما قسمنا الدوز ما طيناها جرعة واحدة وقسمناها ممكن اتقل احتمالية البوسترال هايبوتينشن الفنيلزين ممكن عده يعني سيديشن يعني مودريتلي سيديتينج لكن الترانيل سبرومين هو استيميولايتينج الترانيل سبرومين هذا استيميولايتينج and the last dose of the day is administered in early afternoon يعني ما دامه هو استيميولايتينج الترانيل سبرومين فاخر جرعة ما يصل نطيها بالليل لان نسوي استيميولايشن وادخل المريضي ناموس لعدة انسومنيا فلذلك نطيها early afternoon يعني كنت نطيها كأنما بساعة بثنتين الظهر نطي اخر جرعة وبعد نقطع خلاص يعني دولة المعاون هابيتر ممكن يسون sexual dysfunction عدي الميل و عدي الفيميل يعني والفينيليزين بيشغلة الفينيليزين بيشغلة خطرة كل شي يسوي هي patho cellular damage and weight gain ممكن ممكن عدنا سابقا شغلة كانت إذا تسوون إذا تتذكرونها نسميها cheese reaction شنو cheese reaction احنا نعرف cheese يعني الجبنة الجبنة خصوصا الجبنة القديمة فالchees reaction شنوه يقول لك احنا إذا استخدمنا الماو inhibitors ونعرف احنا الماو inhibitors شنو الماو inhibitors مو قلنا الماو inhibitors يمنع عن الماو انزايم ومو قلت أنا عندي الماو هنه two types الماو اكو ماو اي وماو بي مو ماو بي الماو اي موجود بالبراين وبالجي اي تي بالبراين وبالجي اي تي والماو بي موجود بس بالبراين فقط فبعض الأشياء بعض الجبن الجبن خصوصا الجبنة القديمة هذولة هم بيهم مادة يسمونها تايرامين تايرامين هاي مادة موجودة تايرامين هو بالضبط التايرامين هو أخ النور ابن فرين بالضبط أخ النور ابن فرين فهذا التايرامين موجود بالجبن القديم من ناخدها احنا من ناكل احنا الناس النورمل من ناكل الأكل اللي بي جبن هذا من يروح للجي اي تي رح يلقي قدامه يهل يلقي قدامه يلقي قدامه الماو اي فالماو اي رح يكسرننا التايرامين وبذلك التايرامين ما رح يقديننا وما رح يرفع عندنا الضغط لكن إذا إحنا استخدمنا ورح الماو انهيبترز بالتأكيد رح تمنع عندنا الماو اي والماو بي ممكن فإذا نمنع الماو اي وان اخذ الجبن هالمرة ماكو انزايم ماكو انزايم موجود عدي يكسر للتايرامين الموجود بالجبن ورح تصير عدي المريض عدي فايتال هايبرتينسيف كرايسز أو يسمونه وهذا الفايتال هايبرتينسيف كرايسز مقرون بكثير من الأعراض الأخرى مثل يصير عنده يعني الجزء الخلفي من راسه يوجع وعنده يعني الرقبة ما لطيش مش شنجة وعنده نوزية بالإضافة إلى هنا أنا طبعا نعالجه ونطق دائما متعلق بالأكل وهي الأشياء ممكن أكو معينة عفو مثل ديكسولوميثورفان الأنفيتامين ذولة ممكن أيضا يعني يسون مالة البيشنت اللي ياخد سيليجيلين مثل ما قلت لكم هو لزقة سيليجيلين باتجز يعني دوزز إذا أكثر من ستة ملغرام بالأربعة وشرين أورز لازم لازم يسوي دايته يعني مثل ما قلت لكم ممكن يصير أيضا ممكن يصير إذا أي واحد سيليجيلين أو تي سي اي يعني انطيناهم ويل ماو انهبتر يعني دعطينا سيليجيلين ويل ماو انهبتر هذا ما يصير التي سي اي أيضا ممكن ويل ماو انهبتر تطلع لمشاكل لكن التي سي اي ويل ماو انهبتر ممكن نستخدمهم بالناس اللي هما بس هذا نطيهم مو احنا أي واحد يطيهم الطبيب المتمرن يعني ويسوي على مو نقدر نخبط التي سي اي ويامن ويل ماو انهبتر زين عدنا الكيتامين الكيتامين موديوليت الجلوتاميت اكتيفتي الكيتامين طبعا احنا نعرف احنا عدنا ريسبتر ريسبتر مال تي الجلوتاميت يسمونا نمدى نمدى هذا الريسبتر تشتغل عليه الجلوتاميت ونعرف احنا الجلوتاميت بالحقيقة هي شنو هي استيميولاتري انيورا تراسميتر فشافوا الكيتامين يسوي modulation للنمدى receptor وبالاضافة الى ذلك يسوي اذا سوى للنمدى receptor modulation ممكن يزيدنا مادة اسمها brain derived neurotrophic factor brain derived neurotrophic factor وهذا اذا زودنا راح هو يفيد ويسوينا يعني يصلح السينابس وممكن المريض يستفيد عليه فالكيتامين هو يسوي modulation ما قلت يسد يسوي modulation فرح يحفز للنمدى وبالتالي راح يصنع brain derived neurotrophic factor المهم جدا للأكتيفتي مالك البرين والسينابتوجينيس طبعا هذا الكيتامين عده rapid antidepressant effect خاصة اذا انطيناه IV بجرعة نصف ملغرام بكل كيلغرام يطون اكثر شي للتريتمنت ماله resistant depression treatment of resistant depression يطونه كيتامين اخوه الايزومر مالك يسمونه اس كيتامين هو مو كيتامين اس كيتامين هذا اس ايزومر اس ايزومر شافوه هواية هواية عده affinity على النمدى receptor من اخوه اللي هو ار ايزومر اوكي اه طبعا يطونه الاس كيتامين يطونه انترانيزا انترانيزا عن طريق الانف يطونه وهو فدي اي ابروفد اند اه ركوايرز اه يعني سوبرفايزد ان كلينيك سيلف ادمنستريشن هو مو بخاخ نخليه بالانف فالمريض لازم ياخده وهو في عيادة صح المريض ياخده بيده يقطر يعني خلنا نقول مرة الى ثلاث مرات سبري كل قاعدة يعني كل جاية كل مرة يعني مرة الى ثلاث مرات سبري يخلي بكل منخر بحيث يصير بوراها يعني يبقى قاعد بعيادة الطبيب ساعتيا اندر اوبزرفيشن يعني ما يطلع له لانه هذا بي خاطق خطورة فلذلك بس يطونه داخل العيادة اوكي ممكن لاحظوا انه المريض ممكن بس مجرد ياخذ رسيف تو دوزز توايس ويكلي فور فور ويكس يعني قد تكون يعني مفيدة الى المديكيشن ادفيرس افكت هذولا مالت الكيتامين تضمن سايكو مايميتك ديسوشياتي افكت بلود برجر ممكن يصعد بنسبة عشرة الى عشرين مليميتر ميركري with both agents القصدي الكيتامين والاس كيتامين طبعا هذول المادام هم يعني عدوية يحتاج لهم ويحتاج لهم should be used under supervision فهذا الشغلة يسمونها يحتاج لازم نسوي ل risk evaluation and mitigation strategies لازم عدنا قبل لان نستخدم عدنا risk evaluation and mitigation strategies قبل لان نستخدم عدنا دوة هو هورمون بالحقيقة هورمون بالحقيقة يسمونه بريكسانولون بريكسانولون جاي من جاي من البرقنانولون البرقنانولون إذا تذكر فهو البركيرسر مالت يعني معظم الهورمونات من في الصنع هذا البيكسانولون thought to exert antidepressant effect يسوي allosteric modification of gaba receptor شنو كلمة allosteric يعني اذا تذكرون انا عندي هذا ال gaba receptor اذا كان تذكرون كان عبارة عن subunits اكثر من subunits 5 subunits الريسبتر مالته 5 subunits 2 ألفة و2 بيتا ووحدة قاما فبعض الأحيان إذا أقول لك قاما القاما يرتبط هنا بثنيا 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 subunits القصدي القابا اللي هو قاما من يجي يرتبط بثنيا subunits إلى ثنيا binding site هنا بينما هذا البيكسانولون هذا ما يروح يرتبط ما يروح ينافس القابا على ويشتغل مكانه لا يروح يسوي يرتبط بمكان آخر هذا الارتباط بالبيوكيمستري ارتباط في مكان آخر وبحيث يتحكم بالاكتيفيتي ما للريسبتر ما للريسبتر يسمونه الوستيرك مو كومبيتتف لا الوستيرك الوستيرك modulation of GABA أي ريسبتر وبهاي الحالة راح يزيدين الفايف اش تي والنور ابنفرين ترانسميشن وهو يعتبر هاي كلش مهمة العبارة كلش مهمة لان وردت مرة واحدة بالمحاضرة هو FDA approved المن للبوست بارتم depression يعني depression اللي يصير عند الفيميل بعد الولادة تدرون انتوا دائما الفيميل يصير عندها depression خاصة الفيميل اللي اول بطن جايبتها بناتنا العزيزات دائما مني يجيبن اول مرة بعد الولادة حتى تكره ابنها لفترة تكره ابنها وما تقبل ترضعها ليش لانه يعني ما ادري تحسي هذا الوضع جديد عليه انا سويت بنفسي يعني من هذا القبيل خربوا الجسمي اجتني مسؤولية جديدة شنه هذا الكائن الغريب اللي اجاني ولازم ارعاء ولازم ما ما انام يعني الليل كله الى ان يبدو والله الاكسيتوسين يزداد ادها ويزداد الحنان مالتها وتخلص من هذا الـ depression فلذلك اذا تطول هذا الـ depression اللي يسمونه postpartum depression كون يستخدمونه هورمون الثرابي يسمونه بريكسانولون طبعا يطونه هذا البريكسانولون يعني يزودونه شوية شوية لمدة 60 ساعة بعد الولادة 60 ساعة ويطونه بشكل بعض الى حال intravenous IV infusion اذا كلش depression قوي لكن مع الاسف هو costly كلش costly يعني غالي ممكن الواحد يقدر يجيبه اوكي ممكن يسوي نهدت ممكن يسوي disness ممكن يسوي somnolence وايضا يحتاج انه يسوي ريسك evaluation and mitigation strategy problem ويعني يكون عدنا element to ensure safe use فالstrategيز نستخدمها اذا الادوية مالتنا بها خطورة معينة فاكون جموعة من الستراتيجز يكون المريض دائما يبقى under supervision على موضة قل side effect مالة المريض زين اكو شغلات alternative مثلا يستخدمون steven johnson wort هاي العشبة اللي تحتوي على hypercum هاي فد مادة يسمونها hypercum موجودة بال steven johnson wort ممكن مفيدة للميض to moderate depression اوكي على الرغم من انه دائما steven johnson syndrome دائما يسوي medication interactions ويهوية ادوية ممكن يستخدمون فد omega 3 او S-adenosyl الميثيونين او folate كل هن شغلات ها يعني شافوهن ممكن يفيدا على الرغم من انه ماكو عندي دليل يعني قاطع باستخدامه الناس اللي شلون كل حالة يعني خلنجوش special population special population اللي نستخدم لهم anti-depressant اللي عندهم depression مثلا older patient older patient دائما يصير عندها depression بالمود عكس adolescent والchild depression بالمود بس older patient كلش older يعني مو الادلت اذا older patient شافوه انه هذا depression بالمود يكون less prominent than other symptoms less prominent لعد شون الsymptoms الكلش واضحة عليه الواضح عليه يصير loss of appetite عده يصير cognitive impairment عده يصير sleep دائما نايم هذا المريض عنده فتيق عنده physical complaint عده loss of interest in usual activities هاي كل هالأشياء يصير عند الناس الكبار طبعا ما دام الناس الكبار خطرة عندهم anti-depressant فاحنا نروح للأمينة للanti-depressant الأمينة يا الanti-depressant الأمينة هي selective serotonin re-uptake inhibitor تعتبر first choice anti-depressant للolder individual بينما البوبروبيون والفلافاكسين والمرتازابين أيضا شافوهم effective بس selective serotonin re-uptake inhibitor يعتبر first العين طبعا ديرباننا من هذول الناس دائما نصير هايبوناتينيمية فأكو أدوية سوي هايبوناتينيمية كون نديرباننا عليهم أما الpediatric population أو الpediatric population عادة ما يصير عندها مشكلتها مو بالمود لا يصير يسمونها boredom anxiety failing adjustment أو sleep disturbance boredom يعني شنو يعني دائما المريض يميل لأنه يفصل نفسه يصير عندها مثلا خنقول isolation social isolation يصير ما عنده يعني ما يحب الاختلاط إلى آخرين anxiety تعرفوها failing adjustment يعني ما يقدر يضبط أموره يعني نوبات مثلا واحد يقول لك أنا والله يريد يسوي adaptation يقول لك أنا مثلا مثلا المدرسة صعبة فأي واحد نوبات يريد يقرأ هواية حتى يتحمل الصعوبة هو دائما يحاول يسوي وما يقدر يسويها failure of adjustment وسليب disturbances طبعا عدة children والأدوليسنت ما عدنا في الديتا قوية الدل على الـ efficacy ما للأنتي دي برسنت يستخدمون ممكن الفلوكستين والإس سيتالوبرام ذول يعتبرون FDA approved للبيشنت اللي هو أقل من 18 سنة يعني الأدوليسنت كأنما أقل من 18 سنة نستخدم لهم الفلوكستين والإس سيتالوبرام أوكي كل الانتي دي برسنت يحطون عليها تحذير يقول لهم يا مدير بالكم تردين يسوون يعني risk suicidal ideation and behavior أوكي يعني أفكار وسلوك يعني behavior mal suicide فلذلك دائما الـ FDA يقول لنا يا بسو monitoring parameters اتبعوا monitoring parameters حتى ما المريض يصير عندها suicide thoughts يعني صارت أكو several cases several cases تشخصت من sudden death لعد children والأدوليسنت اللي ياخذون disperamine قلت لكم الdisperamine يسو sudden death ودائما ما محبوب بالdisperamine ودائما يقولوا لهم اللي ياخذون disperamine سوو لي ECG monitoring دائما أما الفيميل اللي هي lactating female lactating female أو pregnant female الاندبيجول الاندبيجول discontinued antidepressant therapy during pregnancy طبعا ذول اللي يتركون الاندبيجول خلال فترة البرغنانسي تقريبا يعني يرجع لهم الدبراشن احتمالية رجوع الدبراشن لهم بنسبة خمس مرات خلال البرغنانسي أكثر خمس مرات من الفيميل اللي أصلا تستمر على العلاج الابسوليوت ريسك of antidepressant يوز بالبرغنانسي هو طبعا النون لكن لاحظه ويصير ريكرانس إذا قطعته الريسك ريبورتد والسيلكتف سيروتوني ريابتيك انهيبيتر يوز البرغنانسي شن الأشياء اللي هستخدمها البرغنانسي لو بيرث ويت يطلع الطفل صغير رسبايرتر ديسترس عنده وكون جينيتل هارد دفكت ممكن الصير عندما يضي ياخذ سيروتوني ريابتيك انهيبيتر يعني يكون الطبيب يقيس جد أكو ريسك من الاستخدام الأدوية وجد أكو ريسك من ترك الأدوية فيقارن ريسك ويستمر بالعلاج أو القطعة يعني يعني إذ أكو جريت ديال of انسيرتيني ريقاردين لونج تيرم انتدبرسان اكسبوجر ان انفنت اكسبوز through هومن مولك to the lack of data يعني هاي شغلة انه خروج الانتدبرسان مع الحليب وممكن يؤذينا الطفل طول ما عدنا في الديتا كاملة عليه أوكي one of the three one one من كل ثلاثة يعني واحد من كل ثلاثة من المرضى من الباشن اللي ما يوصلوا للرمشن يعني ما نقدر نخلصهم من الاعراض باستخدام الانتدبرسان ممكن يصيرون سمتمز اذا عطيناهم اذا ضفنا لهم فيعني خلي نشوف شتون نتعامل مع الحالات اللي ما تستجيب مثلا مثلا واحد من كل ثلاثة مرضى من الدبرسان اذا ما يستجيب الواحد انتدبرسان واحد راح يستجيب اذا ضفنا لواحد ثاني طبعا لكن واحد من كل اربع مرضى ممكن يصير عندهم رمشن افتر سويتشين تو دفرنت انتدبرسان افكت مثلا فيلافاكسين او بوبروبيون او سيرترالين يعني يقول لك احنا واحد من كل ثلاثة اذا ما استجابوا للعلاج ذول ممكن الواحد من الثلاثة ممكن اذا ضفت لهم فالدوة ثاني راح يستجيبون واحد من كل اربعة ممكن يصير يوصلون لحالة الريمشن اذا احنا سوينا سوينا سويشينك من انتدبرسان واناذر بدلا ما نطيهم سلكتب نطيهم نروح فيلافاكسين او بوبروبيون هاي الحالة يعني فادتني بربع الناس وذيكة فادتني بثلاثة وثلاثين بالمية من الناس يعني يعني مثلا واحد هستدي ياخذ انتدبرسان ممكن نضيف لها مجموعة من الأدوية الثانية مو انت مثلا ليثيوم او تي ثري نضيفه لاحظنا اذا ضفنا ليثيوم او تي ثري لانتدبرسان ونبريكس ببرازول لاني ممكن اذا ضفناهم للانتدبرسان هما صح انت سايكوتك بس اذا ضفناهم للانتسايكوتك راح يقطن يزيدا الانتدبرسان افكت اوكي ممكن ايضا المريض العدة العدة رزيستان ممكن نضيف لك كيتامين او اسكيتامين ممكن نضيف له ويستفيد عليهم البراكتس قايد لاين مالت الامريكان سايكاترك اسوسيياشن طبعا يتقول لنا استخدموا الانتدبرسان التريتمت استخدموها لمدة ستة الى ثمانية ويكس تريتمت اكو ناس يسمونهم بارشل رسبوندر ما يستجبون كلش بذولة بهاي الحالة شو تكونسيدر ممكن نغير الدوز مالته او نضيف لها انتدبرسان فوقها او ممكن نستخدم الويا نستخدم السايكو ثيرابي يعني علاج النفسي او اللي كترو كومبولسف ثيرابي هاي الالاج بالكهرباء كل هاي الاشي حتى نعالج الريزيستنت ديبرسان البيشنت اللي رغم هاي مو مثلا ما استخدموا لديه بارشل افكت لا اللي عده نور سبونس نور سبونس نهائيا شو نسوي له نسوي تشينجين تو ادر ديبرسان انتدبرسان او نضيف سايكو ثيرابي او الكترو كومبولسف ثيرابي فوق القديم قبل لا نسوي تشينجين لليتريتمنت كون نسوي افالواشن او افالواشن للأدكوت اه اف مديكيشن دوزج والأدهيرنز يعني مو قبل احنا نطفر نروح نغير وكذا يابا انت جرع عمالتك اوكي كافية انت جاي تاخد الدواء مالتك بنفس الوقت فنسوي تشيك للمديكيشن دوزج يعني خاصة بالرزيستنت اندفجول وعلى مود نعرف نسوي استسمت للبيشن اللي ما يسوي رسبونس للتريتمنت نسأل نفسنا او نستاءل هل الدياجنوس كان صحيح هل البيشن عده يعني مو بس ديبراشن عده سايكوتك ديبراشن هم سايكوسيز هل الدوز والدوريشن كافية هل الادفيرس مديكيشن ريكشن بريكلود ادكوات دوزي مثلا هل احنا خلتنا السايد ما نستخدم جرعة عالية هل البيشن عده ادهيرنس كافية للمديكيشن مثلا وآه كذا نبقى نستمر بالاسئلة نسأل نفسنا في سبيل نسوي مونيترينج للانتي ديبراشن افكت وآخر شي انه شلون نسوي مونيترينج للثلابتك يعني نسوي عدنا نكون سيفرال المونيترينج براميترز بالاضافة الى الـ اللي احنا ناخد بلازم مونيترينج مالات الانتي ديبرازنج نسوي مونيترينج ريجولار للأدفيرس افكت اللي الريميشن أو تاركت سيمتم للشيانجز ان سوشيال او او اكيوبيشنال فانكشنينج كل هاي ممكن نسوي لها مونيترينج الريجولار اللي نسوي مونيترينج فيلا فاكسين ممكن قبل التريتمينج نسوي اي سي جي ريكماندد قبل ما نبدي نطي تي سي اي ثرابي خاصة بالشولدرين والادوليسنت والبيشن اللي اكبر من عمر اربعين سنة وايضا دائما نسوي فلو اوب اي سي جي دائما نسوي فلو اوب يعني نسوي اي سي جي قبل العلاج ودائما نسوي اي سي جي فلو اوب ايضا نسوي يحشو ويا طبيب نفسي يقول يعني سورف ويا ويعرف اذا عده اكوف ادنية او نوايا او افكار انتحارية والا اخره واكثر شي اللي هي اصير اذا احنا مثلا قطعنا اي علاج من الانتدبرسنت اول 30 يوم كل شو يصير عده ميول انتحارية فلازم نحشو بهاي الفترة بالاضافة للكلينيكال انترفيو سايكو يعني قدنا مجموعة من الكوستشنير مجموعة من التستات معينة يسمونها سايكو مترك ريتن انسترومنت انسترومنت يعني كاننا حتى لو كوستشنير هم نسمي انسترومنت كوستشنير مجموعة من الاسئلة تكات نسأل المريض عليها ونعرف اذا المريض عده يعني مشاكل او ما عنده اسوشييتد بهاي السلايد نكون قد انهينا محاضرة الانتي دي براسينت او بالحقيقة محاضرة دي براسف دي سوردر طبعا اكو حاجة هواية وتفاصيل هواية انا اتجنبتها بقية كلش ستك اللي اللي مقررة لكم نلتقيكم ان شاء الله في المحاضرة الاخيرة اللي هي محاضرة الكيزوفرينية نلتقيكم بيها وان شاء الله حتى نختموا ياكم على خير وبركة مع السلامة اشتركوا في القناة